بسم الله الرحمن الرحيم مادة استراتيجيات التعليم والتعلم للفرقة الثانية تصقيف صحي ان شاء الله النهاردة هناخد الـ Education Strategy و Education Method و Material اول حاجة الـ Objective بتاعتنا هنعرف يعني ايه المثل اللي نقدر نوصل بها الـ Healthy Information هنشوف الـ Advantage والـ Disadvantage وميزاته العيوب بتاعة الـ Interpersonal والـ Mass Media هنبدأ نعرف ايه هو الـ Counseling وهنعرف الـ Traditional Method وهنعرف ايه هي الـ Common Teaching Eats اللي ممكن ان نستخدموها في الـ Healthy Education اول حاجة الـ Message انا ممكن اوصلها ازاي او الرسالة الصحية اللي انا عايز اوصلها ممكن اوصلها ازاي ممكن ذتم الرسالة الصحية من خلال شقين شق الاولاني لانا اعمل Direct بطريقة مباشرة زي الـ Interpersonal لانا اواجه شخصة او مجموعة او الـ Indirect بطريقة غير مباشرة عن طريق الماس ميديا اللي هي وسائل الاعلام الجمهارية التلفزيون الرجو او ان انا استخدم فيجوال ايد الفيجوال ايد اللي هي المعينات البصرية اللي ممكن استخدمها زي الـ Power Point اللي احنا شغالينا عليه دلوقتي ده يعتبر معينات بصرية وما فيش مقابلة مباشرة بينه وبالبعض طيب بيقول كمان احنا عشان نعمل Transmit the Information دي وتكون بشكل effective ان احنا لازم نختار الطول او الاداة اللي احنا هنستخدمها في الـ Healthy Education الـ Healthy Education مقدرش ان انا احققه ده اللي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت مش هنقدر نحققه من خلال ان انا استخدم مثود واحدة بس لازم الـ Healthy Education استخدم له اكتر من رسيلة وعمل combination between اكتر من تكنيك علشان اقدر اوصل ان انا احقق اتشيف الـ Behavior change ان انا اقدر اغير في سلوك لازم استخدم اكتر من طريقة الـ Educational Method احنا قلنا اول حاجة ممكن تكون individual الـ individual ممكن استخدم معهم ايه ممكن استخدم معهم الـ Personal Interview مقابلة شخصية او Personal Contact اتصال مباشر او ان انا عن طريق ان انا اروح Home Visit او عن طريق Personal Letter جواب شخصي بيني وبينهم او عن طريق ان انا ادي Counseling مشهورة طيب الحاجات دي كلها ممكن اقدمها له من خلال ايه ممكن اقدمها من خلال الـ Healthy Center المركز الصحية او في المدارس او في الاسرة بتاعته ثانية حاجة في الـ Educational Method بنقول الـ Health Education Method في الاسرة بتاعته بنقول ان الناس لما بتكون موجودة في بيتها بتبقى على حريتها اكتر When people are in their home They usually feel happy and more secure بتحس بهم براحتهم فبيقدروا يتكلموا ويقولوا In needs of their problem بتاعتهم بشكل اوضح كمان ان احنا ممكن نجد الـ People Are more willing to take into their own home ان هو بيتكلموا زي ما قلنا براحة بشكل واسع اكتر من هما ممكن يتكلموا فين في الـ Clinic في العياد من ضمن برضى المميزات الـ Advantage بتاعت الـ Interpersonal ان احنا كمان ممكن ندي الـ Opportunities الفرصة ان احنا نبدأ نشوف او نقدر ان احنا نلاحظ الـ Environment والـ Behavior بتاعت الفاملية من خلال المقابلة الشخصية بتاعت دي واول انا اعمل Home Visit ببدأ اشوف الـ Environment اللي هم عايشين فيها واعرف ايه هي الـ Defector الموجودة فيها وممكن اشوف الـ Family Behavior سلوكيات العيلة دي عامل ازاي تجاه المشكلة دي فبالتالي بقدر انا حدد الـ Needs كويس وبقدر اعمل assessment كويس للفامل تاني حاجة ان انا بتعمل good relationship بتخلي فيها علاقة كويسة بين الشخص وبين العيلة اللي احنا بنعمل معها الـ Interpersonal Interview كمان بتعمل Encourage ممكن احنا نعمل Prevent the common diseases بقدر امنع الامراض اللي موجودة كمان ان انا بعمل بقدر احدد وعمل solve the problem المشكلة بدري يعني بقدر ان انا اعرف المشكلة بدري وابدأ احلها يعني فرضا ان احنا في الـ Home Visit ولقيت الامة مثلا بتستخدم طريقة غير صحية في ان هي تأكل ابنها فانا متوقعة الـ Problem اللي جاي انه ممكن يحصل له ديرية فانا بقعمل كده detect the problem وببدأ احاول اعمل لها solve قبل ما توصل ان هي توصل critical او حالة خاطرة بعد كده كمان ان احنا ممكن نشوف الـ Progress ممكن نعرف كمان التقدم بتاع حالة او نعرف التقدم في الـ او التغيير في الـ Behavior من خلال الزيارة دي اللي انا اعملها كمان ان انا بنشجع الناس بنعمل motivation ان هما يبدأوا يعيساعدوا الشخص الماضي ده بنساعدهم ازاي يتعاملوا معي تاني نوع معينا الـ Group Educational Method اللي هما بقى هشرح لمجموعة بيقولين المجموعة دي ممكن تكون effective في ايه وامتى استخدمها استخدم المجموعة لما يكون في موضوع related لمجموعة كتير من الناس وانا عايزة اوصل المجموعة دي كلها نفس الرسالة فخلاص هستخدم الـ Group Discussion او الـ Group Educational Method طب هيساعدني في ايه؟ هيساعدني ان انا اقدر اعمل behavior change ممكن اغير سلوكيات ممكن اعمل influence opinion ممكن اثر على اراءهم كمان ممكن انامي critical thinking اللي هو التفكير النقدي كمان ممكن اعمل increase the motivation كمان ممكن ازود او ازود التحفيز بتاعهم او الحقيقة ديهم حافظ كمان بنقول طب ايه هو الجروب الجروب هو اي مجموعة تتكون من two or more people من اتنين لمجموعة كبيرة من الناس بيكون ليهم نفس الـ Common Interest يعني ليهم نفس الاهتمامات او ليهم اهتمامات مشترك زي مين؟ زي الفاميلي ممكن زي الـ Health Committee اللي جانب الصحية ممكن الاشخاص اللي هم بيعملوا مع بعض في نفس مكان العمل الـ Work at the same زي مثلا فاكتري مصنع معين او في شغل معين الـ Class of School Children فصل معين لطلبة او الفارمر او مثلا في نادي شباب بيليوز كلاب او لو مجموعة حتى من الناس راكبين مع بعض الباصل ومشتركات معا رايحين شغل كلهم في اتجاههم للعمل او كلهم رايحين من كلياتهم دي ممكن يكون لهم اهتمامات واحدة او مشتركة فابدأ ان انا ادي ممكن اليوم الـ Health Education الـ Educational Method كمان بتدي قيمة للمجموعة ازاي ان انا ممكن اجي I can find the support and encourage to promote and maintain الـ Healthy Practice ان انا ممكن الاقي التشجيع وانه حد يقويني وانه حد يعزز الـ Healthy Practice ان انا بتكلم عليه انا بتكلم وبلاقي حد بيشجعني من الافراد الموجودين في المجموعة وبيقيدوا كلامي ويشجعوه كمان ان احنا ممكن نعمل فيها Sharing the Experience احنا كمان ممكن نشارك او نتبادل الخبرات بالنوع من بعض وممكن كمان المهارات كمان Working in Group بتخلي ان فيه resources كتير لما يكون شغالها في مجموعة كبيرة بيبقى فيه موارد كتير ممكن ان انا استخدمها احد ممكن يساعدنا في توفير مكان فيه شخص تاني ممكن يمول البرنامج بتاعي وهكذا فالمجموعة ممكن بتديني فرصة لوجود موارد اكتر من الفرد طيب ايه هي Method of Group Education ايه هي الطرق اللي انا ممكن استخدمها مع ال Group اول حاجة احنا عندنا اكتر من نوع رقم ايه ال Group Discussion ان احنا نعمل مجموعة للنقاش هي بتاع بعبارة عن ان انا بعمل اللاول البيول بديهم الفرصة ان هم يتكلموا على المشاكل بتاعتهم ونحنا كمان نعمل بنبدأ نشارك او نتبادل الافكار وكمان بنعمل بنبدأ نشجع بعضه ونعمل دعم البعض وبنين لدي ادام solve the problem ويشنجي للبهيفير ممكن نحل مشاكل وممكن نغير بها سلوك طيب ال Group تقريبا احتواءه قد ايه او يعني عدده قد ايه بيبقى من خمسة لعشر اشخاص طيب ابدأ بقى خطط او اعمل البلان عشان ابدأ اعمل يبقى لازم الاول اعمل احدد ال Group اللي هو الاهتمامات المشتركة وليقول مثلا هتكلم مع الناس المسنين او هتكلم مع اطفال المدارس او هتكلم او هتكلم مع امهات في مرحاية الاكتيشن في مرحاية الرضاة وبعد كده بابدأ اجمع ال Group وبعد كده بعمل identification المكان اللي ممكن نقعد فيه والوقت اللي هنبتدي فيه طيب conducting discussion هنبدأ ال discussion هنعمل ازاي هنبدأ الاول نعمل introduction بنقدم كل واحد للتاني بنقدم بعض بعد كده بنعمل ال Group discussion بنبدأ من يعني ببدأ اخد رأيهم بصفة عامة تعرفوا ايه عن الموضوع ايه تعرفوا عن فببدأ اخد منهم الفيدباك انتو تعرفوا ايه بعد كده بحاول انا اخلي اعمل بشجع كل واحد انه هو يشارك معي الخطوة اللي بعد كده ان ال Group act out some activities بيبدأ ان ننفس فيها بعض النشاطات ان احنا نعمل دراما نعمل مسرحية او نعمل رول بلاي عشان نثبت بها المعلومة او نوصل بها معلومة تاني حاجة بعد كده ممكن نعمل بنعمل منشوف ننقل بعض او يعني يقول التجارب اللي نكحة بتاعته حد كان في نفس المشكلة دية وكان ليه تجربة نكحة ويبدأ هو يقول من خلال خبرته الوقت بتاع ال discussion ما يتعداش من ساعة لساعتين كمان ان احنا قبل ما بغني ال discussion بتاعي لازم اشوف satisfaction اشوف رضا الناس عن الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه وصلوه فهموه وصلنا لكل ال point اللي احنا عايزين نشرحوها في حاجة تانية محتاجينها او حاجة كده تمام كل الكلام ده بقى اعمله وعشوف satisfaction ده قبل ما انهي المحاضرة بتاعتي تاني نوع ممكن استخدمه في الجروب هو الميتنج المقابلة الميتنج هو عبارة عن good for teaching something of importance انا عايز اودي معلومة مهمة large group لانها مجموعة كبيرة من الناس وبنبدأ نعمل فيها gather information نجمع معلومات ونبدأ نتبادل افكار وناخد قرار take decision and making plan وليبدأ نحط الخطة عشان نعمل solve the problem طيب كده ممكن نقول اخنا فيه كده هو زي وزي discussion لا بنقول ان الميتنج بيبقى مختلف عن group discussion فان هو group discussion بيبقى free فيه حرية وبيبقى ملوش قيود ومش رسمي كلنا قاعدين مع بعض ونتشاور ونتحور ونتبادل اراء بشكل غير رسمي ولكن الميتنج بيبقى organized منظم كمان بيبقى فيه شخص هو المسؤول عن الميتنج وهو يبقى الليدر طيب planning للميتنج ازاي بقى هخطط للميتنج ده او هجهز لي اول حاجة باشوف النيد لازم يكون معتمد او يعني ببني على اساس احتياج احنا عايزين عايزين نناقش موضوع كذا تاني حاجة ان انا بحد الوقت والمكان time will please وبعد كده بقى اعلن عن الميتنج بقى اعمل اعلان للميتنج وبعد كده الخطوة اللي بعد كده بحط بعض الاجنده او بعض الافكار او بعض الحاجات اللي ممكن يكون لها علاقة بالموضوع كخطة عامل ممكن لتناقش بيها خلال الميتنج او المؤابلة دي طيب هنبدأ بقى ننفذ الميتنج اول حاجة قلنا ان اللي لازم الميتنج ده يكون ليه قائد lead by leader فيه حد قائد هو اللي هيدير الاجتماع لازم يكون فيه participation لازم يكون فيه مشاركة لكل الناس كمان لازم القرار اللي هناخدوه يبقى مبني على اجماع كده تادي الحاجة اللي بعد كده بحاول استخدم فيجوال ايد اللي هي المعينات البصرية استخدم لوحة استخدم فيديو استخدم اي حاجة يتفرجوا عليها عشان تقدر تعمل clarify تبدأ توضح الموضوع بتاعي وفي الاخر فاينالي ببدأ اكون كده انا جاهز ان انا اخد ال اكشن ان انا اخد الاجراء في حل ال تاني حاجة ممكن اعمل منها جروب نوادي بنقول ان النوادي بيبقى فيها هي عبارة عن وممكن يلاقي فيها سيدات والرجال ولاقي فيها اطفال فممكن في الوقت ده ان انا استغل للمكان زي ده ان انا ادي فيه كمان عشان هو بيديني بيديني الفرصة ان انا ادي تيتشينج بوقت كافي ووقت عندي متاح لانه ده وقت مكان طرفيه فالناس من مشواره مشغوليات فبالتالي اقدر ان انا ادي الهدوكيشن بتاعي كمان ممكن اكتلم في مواضيع زي ايه local diseases او ان انا زي اعمل protect the environment طيب من ده من المواضيع ممكن اشرح النوع اللي بعد كده او النوع الرابع هو demonstrate demonstrate ان انا بطبق او بنفذ الحاجة زي ايه من يولي demonstration هي عبارة steep by steep procedure او اجراء بعمله خطوة بخطوة بعمله perform before a group الاول بقربه الاول وبعد كده اتأكد من نجاحه وبعد كده بجمع الجروب وابدأ اشرحه لي وهو بيبقى عبارة عن مجموعة من theory من نظريات وكمان practical ومهارات او حاجة عملية وببدأ ان انا اطبقها live مثال زي تدريب العملي بتاعنا اللي مثلا هتكلم على plot pressure فانا بجيب الادوات بتاعت plot pressure وببدأ اخلي كل واحد ان هو يدرب ازاي اس طيب ايه الهدف بتاع demonstration او purpose بتاعته انا عايزة اعمل helping للناس دي ان هي learn new skills عايزة اعلمهم مهارة جديدة طيب الجروب لازم يكون حجمه صغير عشان اسمح لكل member ان هو get a chance to practice دي هيخد الفرصة في ان هو يؤدي المهارة دي طيب ازاي بقى اجهز ده البلان بتاعتي بعمل اول بحط need بتاعتي بتاعت الجروب اللي انا هبدأ اشرح له هو محتاج مني ايه وبعد كده بجمع المتاريال بتاعتي اللي انا محتاجاها لو في عايزة model لو في real objective حاجات حقيقية زي ما قلنا مثلا الجهاز الضغط مجاهزة مجاهزة posters مجاهزة صور كل الادوات اللي انا ممكن اكون محتاجة اتأكد ان الموضوع اللي انا بتكلم فيه يكون ليه علاقة بالculture اللي انا مجموعة الناس او صخافة الناس اللي انا شغلة معاهم زي مثلا هتكلم مثلا على الاكل فالاكلات اللي هي تنتمي للمجموعة اللي انا بشرح لهم وحشرح مثلا حاجة معينة فيها فلازم اتكلم على اكلات طبعة للمجتمع اللي انا بكلم فيه كمان بجهز نكون فيه space لكل فرض في المجموعة مكان لكل فرض علشان كل فرض منهم يقدر يشوف البراكتس ازاي وانا بعملها وبعد كده بخلي فيه فرصة لكل واحد انه هو يبدأ ينفذ البروسيدجور اللي انا اعملته البروسيدجور بتاعتي بتتم ان انا بعمل الاول الانترودكشن بقدم الموضوع بتاعي وبعد كده ببدأ اعمل ابدأ اعمل اجراء بتاعي وابدأ اعمل اسأل ووضح وبعد كده في الاخر بعمل سامرايز بلخص الموضوع بعد كده عندي اللي هو المنادي القرية المنادي بتاع القرية امتى استخدمه استخدمه لما يكون في القرية والمسمي دي مش موجودة فيها ومعنده مش اي نقاط او مصادر للتواصل ان انا اوصل لهم المعلومة فببدأ استخدم اللي هو المنادي القرية ايه انواع الرسائل اللي ممكن المنادي القرية يقوم بها ايه زي مثلا احنا هنعمل مثلا نذكر بان موعيد التطعيمات في الوقت الفلاني فينادي المنادي يا جماعة التطعيم هيبتيج في اليوم الفلاني او ان انا مثلا عايزة المجتمع الموجود في القرية دي انه يبدأ يشارك معي فان احنا نعمل تنظيف او تطهير للقرية بتاعتنا او ان احنا عايزهم يشاركوا معي في الكميونيتي بروجيكت او ان انا ابدأ ادي تحذير ان الممنوع مثلا شرب المياه عشان خاطر فيه مثلا كاليرا في المكان دهوه ممكن كمان استخدم الاغاني فان انا اوصل المعلومة وبنقول ان هي كان also be used to give idea about health ممكن استخدمها في توصيل معلومة وكمان ان انا انشرها بشكل سريع جدا القصص هي عبارة عن قصص انا بحكيها وبعدين هي يعني بتبقى مناسبة لكل مناسبة لكل الثقافات وكل الاماكن الحوديد او القصص وبعدين هي مش بتحتاج مني no money ولا equipment ولا بتحتاج مني ادوات ولا بتحتاج فلوس proverbes الى هي الامثال هي عبارة عن الحاجات اللي احنا seeing بنقولها وبعدين handed from generation to generation من جيل لجيل تدقلناها من جيل لجيل وهي بتبقى عبارة عن advice هي عبارة بتبقى عن نصيحة وبنشوف اللي قابلينها اتصرفوا فيها زي الحاجة اللي بعد كده ممكن استخدم الدراما ان انا امثل او اعمل مصرحية الدراما دي مش مستخدمة قوي مش مستخدمة يعني ان انا استخدمها بس اذا انا استخدمتها لازم تكون بتحتوي على one main idea على فكرة رئيسية عشان اعمل limitation لل time حد دلوقتي اللي هو تبادل الادوار او انا اخذ دور حد وامثل واشوفه لو انا في موقفه هالصرف ازاي برضو ده بيساعد ان انا ممكن اعمل start off لل discussion عايز اوقف ال discussion فببدأ بالرول بلاي وكمان ممكن عشان اشوف تبعيات موقف معين النوع الثاني من التيتشنج التاني حاجة معانا تيتشنج material هي الماس communication تيتشنج material هي عبارة عن الحاجات include all material كل الادوات والحاجات انا ممكن احتاجها that are used as teaching and بستخدمها كمساعدات تعليمية عشان البياء اقدر اعمل support the communication process اللي انا ابدأ ادعم بها العملية التواصل دي زي ايه؟ زي اول حاجة الادو الادو هي اي حاجة anything heard اي حاجة انا ممكن اسمعها characteristics بتاعتها او المميزات بتاعتها او الصفات بتاعتها هي بتبقى effective لما بتبقى based على similar او على experience انا عارفها بتكلفة موضوع related ليا فانا هاسمعك كمان ان هي ممكن يحصل لها يحصل منها misunderstand the so far لو انا عملت لها translate بدأت ترجمها ممكن افهمها بصورة خاطئة بسهل ان انا انساها كمان هي بتعتبر the most natural way of communication هي تعتبر اكتر طريقة طبيعية للتواصل كلنا عارفينها ممكن استخدمها للperson كل شخص او ممكن استخدمها للعيلة في عيلة كوسيلة او ممكن استخدمها في جروب من ضمن برضو المميزات بتاعتها ان هي طبعا مستقومن خالص في الهلسي ادوكيشن والهلسي knowledge وكمان من البرينسبال بتاعتها ان هي الجروب ما يتعدى ممكن جروب ما يتعدىش من خمسة لعشر افراط واذا انا حبيت ان ادي large group ينفع عن طريق حاجة زي الرجل ممكن اوصل المعلومة العدد كبير من الناس طيب لما ابدأ اجهز لل لان انا ابدأ اوصل رسالة صوتية اول حاجة لازم اعرف الجروب اشوف النيتز بتاعته ايه هي والاهتمامات بتاعته ايه هي بعد كده بختار simple topic بختار موضوع يكون سهل ويكون موضوع واحد وبعد كده بعمل update information بجدد او بحدث المعلومات بتاعتي من وقت للتاني كمان لازم نخلي بالنا ان احنا نبدأ او احنا هنبدأ نشرح او هنتكلم او كده نبدأ نحط نكتب ايه هي الحاجات اللي انا محتاجة اتكلم فيها عشان ما احصلش نيسل اي نقطة منها كمان بحط example بحط امثال ممكن احط امثال شعبية Proverbs او انا احط story وكمان بعمل عشان ابدأ اركز على النقطة اللي انا بشرح ممكن استخدم كمان فيجوال ايد عشان تثبت المعلومة قلنا فيجوال ايد اللي هي المعانيات البصرية ممكن استخدم practice استخدم مهارة مهارات وممكن كمان بنقول ان اللي لازم تكون في شرط time as possible بتاخد من 15 ل 20 دقيقة وبسيب 15 دقيقة للدسكورشان يناقشوني لو فيه اي حاجة مش مفهومة النقطة اللي بعد كده اللي ممكن استخدمها من المتاريال هي فيجوال ايد والفجوال ايد هي عبارة عن objective هي حاجات بستخدمها ممكن بالرؤية that are seen they are one of the strong method هي من اقوى الطرق اللي ممكن استخدمها في communication message الادفانتش بتاعتها المميزات بتاعتها ان هي سهل ان انا انشرها او سهل ان هي تسير اهتمامات الناس او بتجذب الناس كمان هي بتجي message كده بتجي صورة كده عقلية كده وبتثبت في المخ كمان enhance بتحسن الفهم مثلا صورة زي اللي احنا حطينا انا بتكلم على فالصورة اللي احنا حطينا صورة هي العرض موضوع عن طريق حاجة صورة فطبعا احنا بنبدأ نربط اللي احنا بنقوله بالصورة فبتثبت المعلومة اكتر بدأ تعمل active thinking وكمان بتشجع او بتجي فرصة او بتجي فرصة ال active learning او كمان بتثبت قلنا زي ما بتقولنا هل بالميموري او بتتحسن الزاكرة وكمان بنعمل provide وممكن كمان تبادل الخبرات لو قلنا ان ده ال brain بتاعنا فاحنا بنقول حوالي 20% بس اللي بيثبت في ال brain دي الحاجات اللي انا سمعها الحاجات اللي انا قدرت ان انا عملها هي روسي شفتها وسمعتها بتثبت بنسبة 50% اما الحاجة اللي انا سمعتها وشفتها وعملت الها دو واشتغلت بيها او عملتها ب ايدي دي بتثبت بنسبة 90% النوع الثالث هو non projected material او اللي هي المaterial الحاجة اللي انا بستخدمها ومش محتاجة ان انا استخدم لها display ادوات عرض مثلا او حاجة ان انا اعرض عليها زي ايه اللي هي المنشورات زي السرادية المنشورات دي بتبقى unfolded sheet يعني ورقة غير مطوية لان في مطوية اسمها البروشور هي ورقة غير مطوية وتبقى printed مطبوعة ممكن استخدمها لما كنا عايزة اوصل رسالة تكون simple وتكون clear وتكون واضحة واللغة اللي انا بستخدمها ممكن الناس اللي هيقروا الرسالة دي انهم يبقوا understanding ليها كمان بستخدم فيها short sentences كلمات جمل صغيرة وبستخدم فيها simple pictures صغار تكون سهلة وبسيطة بس لازم اعملها pre-tested قبل ما اوزعها يعني اجرب في اجربها ان انا اجيها شخص او اثنين او ثلاثة واشوف الفيدباك بتاعهم فهم الكلام اللي فيها ولا وقدر توصلوا من العلوم والا لو فيها اي مشكلة بعيد تعجلها داني النوع التاني من نان بروجكتد هو النيوزبيبر اللي هو الصحف و النشاط الاخبارية وبنقول النيوزبيبر دي هي بتقدر توصل لناس كتير في وقت قصير بس برضو في نفس الوقت هي على رغم من كده ما بتصلش الصحف دي ممكن لمجتمعات الاصغر او أو فيه كمان ممكن فيه ناس ما بيعرفوش يقروا فبالتالي مش هكقدر أوصل لهم الكلام الموجود في النيوزبيبر بعد كده الفوتوغرافز اللي هي الصور بينما الصور دي ممكن أستخدمها أوصل بيها فكرة جديدة أو أوصل بيها أو مهارة جديدة أو براكتس جديدة أو ممارسة جديدة وكمان إن هي كان ممكن تحسن السلوك ممكن أستخدمها للإنديفيدول أو لسمول جروب الأدفانتش بتاعتها المميزات بتاعتها بنقول إن هي لو كانت الصورة اللي أنا مصوروها دي مصوروها من المجتمع اللي أنا بشرح فيه صورة طبيعية ومن الواقع دي بتخلي الناس إن هما يعترفوا فعلاً بالصورة ويبدأ ينتبهوا إن ديولة ناس زينا هما المصورين في الصورة في نفس الموقف ده فبيبدأ انتباههم يبقى أكتر للصورة كمان هي مش expensive ما مش مكلفة وممكن أستخدمها استخدمات تانية زي ممكن أستخدمها في البوستر أو في الفليبي تشارت وكمان ممكن أنا أعملها بنفسي البوستر البوستر هو عبارة عن large sheet هي ورقة كبيرة يعني صفحة كبيرة من الورق بيبقى مساحتها تقريباً من 60 ل 90 60 عرض و 90 طول الكلام اللي بيبقى فيها بأستخدم فيها كلمات وصور ورموز رموز زي اللي في الصورة موجودة عندنا هنا دي رموز الـ advantage بتاعتها مميزتها إن أنا ممكن أدي بيها information أو أدي بيها advice أدي بيها معلومة أو أدي بيها نصيحة زي ما موجود في الصورة دي تعتص إزاي يخلي مسافة بينك وبين غيرك وهكذا ممكن كمان تكون تدي direction أو instruction توجيهات وتعليمات زي مثلا على سبيل المثال نقول الوقاية من فيروس نقص المناع أو الإيدز أقول إيه هي الممارسات دي أو إن أنا أجيب information عن important event أو program إن أنا أبدأ أدي معلومات عن أحداث مهمة زي مثلا إن أنا أعمل إعلان عن مؤتمر معين أو إعلان عن اليوم العالمي مثلا لكذا وهكذا البوستر عشان أعمله فيه standards ورولس وقواعد وقوانين كده لازم تتبعها وإنت بتعمل البوستر أولا الwords الكلمات اللي أنت بتستخدمها لازم تكون مطابقة لللغة المحلية بتاعة البلد اللي أنت هتحط فيها البوستر تاني حاجة إن الwords الكلمات دي لازم تكون limit و симبل لازم تكون عدد كلمات محدود مش كلام كتير ولازم يكون الكلام سمبل سهل و بسيط السيمبولز الرموز اللي أنا بستخدمها أي حد يقدر يفهمها اللي هم الأميين سهل جدا جدا إن هم يفهموا إيه المقصود بالصورة دي من غير توضيح ما استخدم فيها color كتير عشان تبقى attractive كمان لازم يكون البوستر في one idea ما ينفعش حط بوستر في أكتر من فكرة هي فكرة واحدة بس تشملها البوستر طيب إيه المبادئ العام عشان أبدأ أعمل بوستر أول حاجة لازم أكتب فيه ال name والdate والtime والplace دي البوستر ده عشان البوستر ده ممكن يتعلق ويتنسى عايزة أعرف ده معمول سنة كام معمول السنة دي مين اللي عمله ونظام الصحة العالمية وزارة الصحة ولا مين بالضبط اللي عمل البوستر ده كمان لازم يكون large enough لازم يكون مساحته كبيرة بما يكفي عشان أقدر أشوفها من أي مسافة من المسافة بعيدة ممكن أن أنا أشوف الكلام اللي فيها واضح ما تبقاش محشورة كتير أو فيها كلمات كتير كمان لازم جي ممكن أستخدمها small group ممكن أستخدمها العدد قليل أو كمان أستخدمها للناس كتير كمان المكان اللي أحطه فيها لازم أختار مكان يكون كل الناس هتعدي منه please where many people are likely to pass مكان كل الناس بتعدي منه فأنا هضمن إن عدد كبير جدا من الناس إن هم يشوفوا كمان ما ينفعش أسيبه أكتر من one month هو شهر وببدأ أشيره عشان الناس ما تمدأش تمله وتزهق منه وتبطل تقرأ البوسترات دي فلازم يكون فيه تجديد ولازم برضو نعمل لها pre-test وتأكد إن الكلام اللي فيها واضح ومفهوم الفليب التشارت زي الصورة اللي موجودة كده يعبرها عن مجموعة ورق هي عبارة عن أكتر من بوستر that are meant to show one after other واحد وردتاني ببدأ أشوفه ممكن أستخدموا بحاجة زي تنظيم الأسرة وكل صفحة بيبقى فيها الوسيلة مثلا ومميزاتها وعيوبها وأقلب الصفحة اللي بعدها الفلانة هي عبارة عن اللي هي اللوحة الخشبية أو البورد اللي احنا بنحطوها وبنبدأ نغطيها بقطعة قماش وببدأ أعلق عليها الصور اللي أنا محتاجاها أو المعلومات اللي أنا عايزة أقولها أو أي حاجة أنا عايزة أحطها وبحطها وبشيلها وهكذا المميزات بتاعتها طبعا إن هي most effective هي فعالة جدا وسهل استخدامها وكمان هي غير مكلفة وسهل إن أنا أشيلها وأركبها في أي مكان داني displace displace هي عبارة عن أنا ببدأ أعمل arrangement ببدأ أزبط real objective حاجات حقيقية وmodel وبكيتشر وممكن أحط بوستر سهل إن الناس كلها يقدر يبصوا لها وكمان يتعلموا فيها وممكن فيبقى فيها أكتر من idea زي الفكرة اللي قدامنا كده أحطين أكتر من صورة وأكتر من فكرة والناس سهل إن هي تبص عليها وتبقى attractive فيها صور وفيها أشكال تجذب الناس طيب النوع الرابع هو projected aid هي الحاجات اللي بستخدمها ولازم لها أدوات عرض projected material هي عبارة عن educational material ولازم are showing to people using a projector لازم لها أداة عرض أو النوع في أول صورة هو slide project هو عبارة عن صورة color picture وبحطها على transprint وببدأ إن هو ياخد الصورة دي ويبدأ يعرضها على لوحة قدامي أو على قدار كبير قدامي overhead projector هو عبارة عن أنا بحط ورق مكتوب أو بحط رسمات مثلا وبحطها على القاعدة بتاعة الصورة التانية اللي احنا شايفينها دي وهي بتبدأ تنقل الكلام اللي مكتوب ده وتبدأ تنقله على board النوع اللي بعد كده من projected aid هي powerpoint projector أو اللي هو احنا شغالين عليه دلوقتي ده الpowerpoint الpowerpoint ده مشكلته هو expensive غالي بيحتاج require expertise بيحتاج حد يكون بيعرف يشتغل عليه بيحتاج electricity بيحتاج قهربة كمان لما منيجي يستخدمه لازم بحط underlying يعني الكلمات الحاجات المهمة أو النقط الpoint المهمة في الموضوع بتاعي والباقي بتكمل بالشرح الماس ميديا أو وسائل العلامة الجماهرية يعني هي عبارة عن one way health education by one way يعني أنا بدي المعلومة بتاعتي وما فيش أي فتباك ينفع أن أنا أخذه في اتجاه واحد communication هي هي أهم بتاعها أن أنا أوصل to reach the masses of people أوصل عدد كبير أو عدد مهول من الناس في وقت صغير أكتر حاجة ممكن أستخدمها في الماس ميديا زي المايكروفون الراديو تلفزيون السينما وكمان الفوستر الماس ميديا هي are the best method for rapid spread بتنتشر بسرعة كبيرة بنشر بسرعة كبيرة أو simple information وحقاية وفاكتس large population لعدد كبير كبير جدا من الناس at low cost بمبلغ أولي أو بتكلفة أولينا لو جينا قارنا الفرق بين الماس ميديا والفيس توفيس هنقول الانتشار من ناحية الانتشار الماس ميديا طبعا رابط أسرع أما الفيس توفيس بتبقى الوقت أقل بالنسبة للدقة والتشويه أو المقاطعة طبعا بالنسبة الماس ميديا بتبقى الquality بتاعتها أو الدقة بتاعتها أعلى أما بالنسبة للفيس توفيس فسهل لأي حد ممكن يقاطع الكلام من أنا الaudience مين هتختار مين عشان يسمع الكلام اللي أنا بقوله طبعا الماس ميديا صعب انت تتحدد مين الناس اللي هتسمعك ممكن أي حد يسمع أما بالنسبة للفيس توفيس لأ انت بتختار المجموعة اللي انت محتاجة اللي انت تقدم لها الموضوع هل هي بتلب النيتز بتاعت المجتمع بتاعتك ولا لأ بالنسبة للماس ميديا هي بتبقى الموضوعات بتاعتهم specific يعني معلومات عامة ممكن أدها لهم أما بالنسبة للفيس توفيس لأ أنا بدي على الوكال نيد على الاحتياجاتهم ببدأ أدي الهلس الديوكيشن الاتجاهي بتاعي الماس ميديا وانوي أنا بدي وما بخدش أما الفيس توفيس لأ أنا بدي وبسمع كمان منه الفيدباك في الماس ميديا ما أخدش الفيدباك غير بطريقة غير مباشرة عن طريقين أنا أعمل سيرفي أو أعمل تقصي أما الفيس توفيس لأ أنا بعد ما بخلص باخد الفيدباك مباشرة الأفكت بتاعها مين بيأثر على مي بيأثر على إيه الماس ميديا بتزود لي الknowledge والawareness أما الفيس توفيس لأ تزود تحسن الاتتتود تغير لي اتتتود وتغير بهيفير وكمان تعمل problem solving وتحل مشكلات فبالتالي لما أجي أعمل selection الteaching method أو الماتيريال بتاعتي لازم تعتمد على الtype بتاعة المسج الرسالة أنا هوصلها بتاكي وصلها المين والعدد قد إيه والأهني جروب والأهني سن كمان البربس الغرض بتاعي عايز أوصلها بسرعة ولا عايز أوصلها لعدد قليل أحدد كمان الناس اللي أنا محتاجيهم الavailability of resources الإمكانيات اللي عندي ما قلش لأ أنا هعمل عن طريق ماس ميديا الavailability of skills عندي المهارة ما قلش أني هقدر هعمل powerpoint وأنا أصلا ما عنديش الخبرة ولا المهارة أن أنا أعمل powerpoint فأنا بشوف الاحتياجات بتاعي الموضوع بتاعي والإمكانيات المتاحة ليا وعلى هذا الأساس ببدأ أحدد المتيريال والميسود بتاعتي وكده نكون خلصنا شابتر 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته